بسم الله الرحمن الرحيم كده بقى في البداية عايزك تقول لي ايه رأيك في الوضع القائم حاليا بشكل عام بص الدينة صعبة شوي الدينة صعبة على كل الناس يعني فأتمنى الدينة تتحل والدينة تمشي والأمور تبقى أحسن لصالح الدور المصري لصالح منتخب مصر لصالح الجو العامل في مصر الكرة المصرية محتاجة إدارة أفضل من كده محتاجة زبط ورابط أكتر من كده محتاجين يعني الدينة تبقى يعني أهدى من كده وأقوى من كده بالنسبة لصالح القرى وبالنسبة لجنة الحكام وبالنسبة لجنة المسابقات محتاجين لحكي تلك كلمة الفترة اللي جاي طيب نيجي على لجنة الحكام أنا نشتغل الشهر هذه صحافة إعلام بشكل عام يعني بقى أنا 20 سنة أنا فيش لجنة حكام جات إلا لما كان عندها مشاكل إلا لما كان الناس معطلدة عليها هي مشكلة في لجنة الحكام ولا في نظام الكورة ولا في نظام الحكام الحالية بس ولا ولا في الخبيل الأجنبي المشكلة فين يا كابتن جاند بص المشكلة هو هو موضوع الأخطار التحكمية المؤسرة هتفضل موجودة بس بنسب السنة دي تعدد كل النسب اللي ممكن تقبلها يعني ممكن تبقى عندك في الموسم خطائين 3-4 مؤسرين وكارسيين زي ما يقولون لكن احنا المعدل السنة دي كل أسبوع تلاقي مطش أو مطشين تلاقي فيه انتغار نتيجة بأخطاء تحكمية ده مش مقبول بالنسبة النسبة موجودة في الدور المصري ومع وجود تقنية الـ VR فده النسبة عالية جدا بالنسبة لأخطاء تحكمية المؤسرة ده عشان كده النسبة ده تتكلم لكن هون اللجنة اللي قبلها سواء مارك لاتنبرج أو اللي قبلها المصري اللي كان موجود أو اللي قبلها أو اللي قبلها فعندهم أخطاء طيب ما فيش لجنة ما عندهش أخطاء لكن النسب بالأخطاء تبقى عاملة إزاي السنة ده يمكن من أسوأ الموسم التحكمية اللي نسبة الأخطاء عالية جدا فيها أسوأ موسم من كم سنة مثلا عشر سنين خمسشار سنة عشر سنين خمسشار سنة أسوأ موسم تحكمية حقيقة لأن الأخطاء كانت موجودة في الخمسشار العشرين سنة ومع كل اللي جاء مصري أو أجنابي مش هنختلف ده لكن نسبة الأخطاء اللي كانت بتبقى معقولة موجودة وبتبقى معقولة وخاصة أن فيه فور دلوقتي كمان بالظبط معقولة الفور بقى مش مقبول اللي بيحصل ده صح اللي بيحصل دلوقتي وإحنا نبص نتفرج على أوروبا واليورو الدنيا سهلة التحكم سهل عندنا التحكم معقد شوية الدنيا مش مظبوطة الدنيا مش الناس مش مهيئة للتحكم بالمنظر اللي بنشوفه أوروبا لا الدنيا عندنا فيه مشكل كتير طايم